أنا كلمة معدن غريب جداً هتوجه لكابتن علاء إن إحنا نبقى عدين النهاردة بنتفرج على فاينال أوروبا في مباراة تخصنا طبعا ذات صنع بينا يعني يعني إيه عزمة الأهلي ده أنت مش بتتفرج علامات ش يعني مين مدريدي ومين ليبربولي ومين مع صلاح ومين مع بلزيمة ده إحنا بنقول مين مع النادي الأهلي ومين مع ريال مدريد مستكبتان عدلي أنا دائماً بنتجي نتكلم حتى في الستورة التحليل كده وبنتكلم والمقارنات والمنافسة وكده فبنتكلم كده ده يقولون هو الأهلي الوقت يا جماعة مين منافس بتاعه وبينفس مين في البطولات والتاريخ الكبير يقول لي ريال مدريد طولهم طب خلاص شكراً أنا مش عايز أكتر من كده يعني النادي الأهلي وريال مدريد نبقى تعلنين إن الريال كتب علشان بيحطنا بالضبط عشان إحنا دخلنا كده كنا عايزين يخطر عشان بطولة ونقربوا كده بصك هتنعالي نحوذك دائما بتتكلم وزوريما على عظمة وخيمة النادي الأهلي عظمة وخيمة النادي الأهلي أن أنت بتبص على النادي الملكي الأول في العالم فدي لوحدها كفاية دي لوحدها أنت مش محتاجة تتكلم عن النادي الأهلي وعظمته وتاريخه الطويل اللي تتكلم عليك أبتمان تتكلم على إيه تاني؟ أنا مش منافس أحد في مصر أو أسنع عندي منافس في أفرقيا لا ده أنا عندي منافس في أسيا أسية مين وأفرقة مين ما احترامك كامل لكل أندية؟ أنت بتتكلم عليها مدريد فأنت وصل لمرحلة وما أنت لازم تحسد ولازم تتحارب ونسب لازم كل ده كابتنا عدلي ما اللي اندحكني يا سيزي برمش يعني ييجي يقول لك إيه أصل الأهلي شوفوا بيقولوا عليه إبارة ما هو زيه زي اللي بيقوله الجيوة فهو برضو شاف أن أجي يعقبه في طريق بالضبط طبيعي هو إيه النادي الأهلي النادي الأهلي فيه منته semana بشر النفس البشرية برضو تدهي كل حاجة النادي الأهلي النادي الأهلي أكثر النادي أشياء فخ بطولة النادي الأهلي هو المنافس على كل حاجة النادي الأهلي بيتكلم على المدريد النادي أهلي ونواد القرن النادي الأهلي إن شاء الله عنديinge من التنين لو أخذ بطولة بقى ثلاث مرات وراء بعد ما حأصلتش يروح كاس العلم كلها أنت بتتكلم على نادي واحد بس في النادي الأهلي يا كابتنا عدلي طبيعي نفس البشرية بس برضو عايزة أقول للناس اللي عايزة تستفيد من دي هن كفاية بقى لأ بحدش بقول ريون مدريد ولا البايرون كفاية بقى طيب هو مين من يعني هم بلسة بقولوا كفاية اليام دي بقالهم كم سنة بقولوا كفاية اللي بيحصل بطولة بتجيب بطولة بتجيب بطولة بتجيب جيل ورا جيل ورا جيل عندهم مش غير حاجة واحدة بعدين كفاية كفاية على الاهلي طب هو البديل ايه مفيش يعني يعني لما يكون النادي اللي واخد لقب دورة بطالة افريقيا محدش خاده غيره في العشرين سنة اللي فاته ما فيه يبقى يبقى كفاء على مصر لا لا هو هو يعني هو هو لو بصولها كده يا سبراهيم حلوى كفاء عشان مصر دي لو بصولها ان هو نادي بيمثل مصر النادي الاهلي المصري ومش نادي الاهلي في الآخر نادي الاهلي المصري صعيد ان انا بوجود نادي الاهلي المصري في بطولات العالمية واخد كل بطولات اسمه على طول في المحافل الدولية والعالمية فانت بتتكلف موضوع موضوع بعيدة على ناس تفهمه. هو عايز ناس يعني يستوعبوا الموضوع بس بصدر راحب كده. ان انت عايز تبقى كويس. والله انا دايما بقولها الكلمة دي. بدون بدون اي يعني حسزيات. بص النادي الاهلي عامل ازاي وحاول تقلته. والله العظيم تلات. وهم ساعة جدا بيقولوا كده. والله العظيم يا كابتنا عادل. يعني انا عايز اوصل بقى كويس قوي. وكثيرا من قائل. انا 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 بعمل اللي بعمله صالح سليك. انت قدوة في الاخر جواه حتى لو مش عايز اقولها. هو متأكد داخليا. ان النادي ده فيه ليه تركيبة خاصة. عنده سيستم بتاعه. تركيبة خاصة. يعني احنا كنا بتكلم دايما انكو احنا صغرين كده. انت بتخش النادي. انت انت بتتأقلم في حاجات. والله يا سيد براهيم من غير ما تحس بيها. انت بتتأقلم بحاجات. ولا حد بيعلمها لك. ولا حد بقول لك يعمل كذا متأملش كذا. انت لوحدك يوم عن يوم عن يوم بتحس انك بتتربى من جديد في النادي الاهلي بحاجات جديدة كلها حلوة. بحاجات الدي انا. بزبط.